اشتركوا في القناة وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان الأمر الإلهي واضح وضوح الشمس إن الله يأمركم أن تذبحوا بكرة وبدلا من سرعة الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى سدقوا طريق المعاند والمجادل والمواطن وسؤال يجر سؤال والحلقة عمال الديق الاختلاف بين البشر أمر طبيعي ولولا اختلاف الأذواق لبارة السلعة ممكن أشوف شيء في غاية الجمال وشخص تاني شوفه في غاية الكبح وصفة تصر الناظرين دي صفة نسبية لن يتطفق عليها جميع بني إسرائيل وكما اختلفوا على نبيهم موسى عليه السلام اختلفوا فيما بينهم ودب بينهم الشقاق والخلاف في الرأي طائفة تقول منهم هذه هي البقرة المقصودة وطائفة أخرى تقول لا ليست هي المقصودة وعادوا إلى موسى عليه السلام بالخيبة والخسران قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون فلما قدموا المشيئة جاء الفرج من عند الله قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون علشان نفهم معنى بقرة لا ذلول لازم الأول نعرف يعني إيه بقرة ذلول دي صورة بقرة ذلول ودي صورة بقرة ذلول بقرة ذلول معناها بقرة مروضة مدربة ممرنة تكون بمهمة محددة بلا تعب وبكده نقدر نفهم معنى بقرة لا ذلول يعني بقرة غير مروضة مدللة مكرمة بنت عز قال الحسن أن تلك البقرة كانت بقرة وحشية فكانت البقرة لا تحرث الأرض بمحراث ولا تسقي الزرع بالساقية مسلمة أي خالية وبريئة من كل العيوب ليست عرجاء ولا عوراء ولودانها مقطوعة لا شيئة فيها أي لا لون ولا علامة فيها سوى اللون الأصفر فاقع اللون وعاد المعاندون من بني إسرائيل للبحث مرة أخرى عن البقرة وبعد عناء شديد وصلوا إلى بقرة واحدة وحيدة ينطبق عليها المواصفات ولا مثيل لها في بقر بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام الآن جئت بالحق وكأن كل ما سبق لم يكن حقا قالوها جهلا وسوء أدب مع نبي الله موسى عليه السلام والحقيقة أن الأمر جاءهم واضحا جليا ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم وأخذوا يسألون السؤال تلو السؤال ولولا أنهم قدموا المشيئة لم اهتدوا إلى هذه البقرة أبدا فذبحوها وما كادوا يفعلون يعني ذبحوها على مضض وما كادوا أن يذبحوها بسبب عنادهم وتعنتهم وبسبب غلو ثمنها والمتأمل في قصة بني إسرائيل يجد أن المعاندون من بني إسرائيل شربوا من نفس الكأس كأس العناد والتعنت وخلونا نشوف مع بعض أول سؤال كان ما هي وكانت الإجابة عليه بالصفاتين لا فارض ولا بكر وتاني سؤال كان ما لونها وكان الإجابة بتلت صفات صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وتالت سؤال كان ما هي وكانت الإجابة عليه باربع صفات لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها يا طرح يحصل إيه بعد ما ذبحوها تابعونا في الآية القادمة جزاكم الله خيرا